بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الاعزاء في مقرر ماشين الامتس ديزاين ون بنستكمل معا شابتر سيبن وبنشوف الاجهادات الواقعة على وصلة اللحام اول حاجة في ترانسفيرس هنلاحظ انه سواء اذا كان في السنجل او الدابل اتجاه القوة هنا بالشكل ده كده او خلينا نشوفها في البلان هنا مع المقطع بتاع اللحام هنلاحظ انه فيه تعامل يبقى ده على طول بنقول عليه نورمال سترس اللي هو سيجما تي او اجهاد شد تنسايل سترس ازاي بنحسبه خلينا نشوف البرامتر اللي عندنا اول حاجة التي اللي هو بيمثل النت او الصافي بتاع سمك اللحام اللي هو الجزء ده اللي هو هنا الطول بي دي السمك ده و الاس اللي هو بيمثل سمك اللوح و ال اللي هو بيمثل طول اللحام طبعا عشان نحسب سمك اللحام الصافي فبندخل الجزء ده في المثلث هنا فبيبقى عندي طول الضلع ده اس وزيه ده فده مثلث متساوي الساقين زاوي فيه 45 يبقى بالتالي التي عندي بتساوي اس سين 45 اللي هي قيمتها بتساوي 700 و 7000 ضرب اس بعد ما طلعنا السمك بتاع اللحام عندنا الاريا بقى اللي هي مساحة المقطع بتاع اللحام اللي بيشيل السترس بتساوي التي في ال ال التي طبعا قلنا ان هي سبعمائة وسبعة من الف اس ضرب ال 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 بي هنا اللي هو قيمة اللود بتاع تنسايل لود وسيجمة تي الالاوبول تنسايل استرس او الاجهاد بتاع الشد المسموح بيه لوصلة اللحام القيمة هنا بتختلف من السنجل فيلت بيبقى عندي اريا واحدة فقط هي اللي شايلة اللي هي سبعمائة وسبعة من الف اس في ال ال السجمة تي طبعا بتصوى الفورسة واحدة القيمة هي اللي هي هنا اما في حالة اريا واحدة اورا واحدAnd للاخن يدعى بيضرب اريا ده هي الدعية في اتنين يطلع عندى مائة واحد وربعمية وبرع عزة اس في ال طيب اه بعد كده لما بعمل عملية اللحام من الجهة ومن الجهة هنلاحظ سا Unterstüt اتجاه اللحام في حال التوازي مع تجاه الفورس واحنا قلنا ان الحالة ديت على طول بيظهر فيها الشير سترس اللي احنا بنرمز له بالرمز تاو وتاو هنا بتمثل اللي هو بالشير سترس والاريا برضو نفس الكلام اللي هي مساحة المقطع اللي بتحمل أو بتشيل السترس ده والبي اللي هو الفورس اللي عندي اللي بتأثر على اللوح لازلنا طبعا الاريا هنا هي التي في الال والتي طبعا زي ما حسبناها سبعمائة وسبعة من الف ال اس ضرب ال طبعا يبقى تاو عندنا هنا بتساوي الفورس على الاريا لكن بما ان عندي اذا اريا واحد وادا اريا اتنين يبقى اتنين اريا باخد القيمة ده هي بضربها في اتنين اللي هي هنا بالشكل ده فبيطلع عندي ان تاو بتساوي بي على واحد وربعمائة وربعة عشر من الف في اس في ال بقى ده طبعا بيتعرض الى شير لو افترضنا بقى انه بيحصل عندي هنا ده لحام وهنا كمان لحام في الحالة دي كان انا عملت ما بين ال two cases اللي انا شرحتهم من شوية يبقى ال b عندي او ال strength بتاع الوصلة هيساوي سبعمائة وسبعة من الف اس في ال واحد اللي هي القيمة ده هي ال واحد في سيجما تي وهنا طبعا ده هيبقى الطول ال ال اتنين ال ال اتنين طبعا مضروب في اتنين اللي هو واحد وربعمائة وربعة عشر من الف اس يبقى ده جمع ما بين الحالتين حالة الشير وحالة التنسايل سترس ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم